السلام عليكم أصدقائي وإياكم وإياكم لا تنسى الصلاة والتعالى وإشتركوا في القناة والجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى اللايك والمشاركة بعد أن طالبة الجماهير بنزوله للملعب يوسف الأمين يساهم بالهدف الثاني ويتعادل الفريق جناح منتخبنا العراقي يوسف الأمين يقلود نادي إنتراكري الألماني ضد نادي نورمبير الألماني بالتعادل بنتيجة اثنين كل يوسف نزل في شوط الثاني في الدقيقة 46 وقدم أداء ممتاز في مركز الجناح الأيسر كل توفيق ليوسف الأمين إن شاء الله نشوف يوسف أساسي في الممباريات القادمة اتحاد الأسيا وأعلن فوز اللاعب العراقي عجاسم اللاعب نادي القوة الجوية كأفضل لاعب شاف في الجولة الأولى من دورة أبطال آسيا ضد نادي سبوها الإيران يسجل هدفان جميلان رسمية نصابة لعب خط وسط منتخبنا العراقي زيدان أقبال مع نادي أوتريخة الهولندي في التدريبات زيدان أقبال بنية الجسمانية تقريبا ضعيفة لازم يشد عليهم ودرب تدريبات واللياقة البدنية وقد يغيب عن بطولة الأردن ربعية مع المنتخب الوطني العراقي في الشهر المقبل وبحسب المصادر اللاعب سيغيب عن التدريبات أو عن المباريات لمدة أسبوعان سبحان الله هذا اللاعب عبما محظول منعرفنا الحد الآن دائما ينصاب كل توفيق لعبنا العراقي زيدان أقبال وإن شاء الله يعود بالسلامة مهاجم منتخبنا العراقي علي حمادي يستمر بالتألق ويسجل الهدف الثالث لوين بلدون لها صنع الهدف الثاني وساهم بالهدف الأول كل التوفيق لمهاجم منتخبنا العراقي علي الحمادي لا يقدم أداء ممتاز مع ناديه لويندي بدينا للوئي العاني في الزوراء الخلافات الكبيرة بين إدارتي الزوراء والطلبة حول اللاعب لوئي العاني في طريقها للحل بعد أن اقترحت إدارة الطلبة توقيع مهاجم منتخب لوين بحسية لويندي للزوراء مقابل تنازل إدارة فلا حسن عن الدعوة المقدمة ضد الوئي العاني من أجل تمثيل الأنيق تقارب كبير في وجهات النظر وكذلك اللاعب حسية لويندي لا يمانع من تمثيل فريق الزوراء في أجل الاستمرار في اللعب بشكل متواصل واللعب مع المنتخب الأولمبي بعد ثلاث جولات فقط أيمن حسية في طريقه لفسق عقده مع ناد الرجال بيضاوي المغربي يذكر أن الفريق طلب فسخ العقد بالتراضي بعد أن فشل اللاعب في تسجيل هدف واحد على مدى ثلاث جولات يعني هم النادي منطف فرصة قاموا ينزلوا في آخر الدقائق اعتقد فقط مباراة واحدة نزل في بداية الشوط الثاني على أكثر أي من حسين سيعود للدور العراقي لنادي القوة الجوية كل توفيق المهاجم منتخبنا العراقي من حسين جثمان الراحل شرار حيدر تغادر مطار إسطنبول على الخطوط الجوية العراقية ووصلت إلى مطار بغداد عند الساعة الخامسة عصرا اليوم والتشيع في مقر نادي الكرخ حارس مربو منتخبنا العراقي السابق نور صبر يتوشح بالعالم السعودي ويضعه على صدره احتفالا باليوم الوطني السعودي نور صبر للستوديو التحليل يقول هذا الزي ليس غريب علي نحن كذلك نرتديه بالعراق لكن لا بأس أن نشارككم أفراح اليوم الوطني نور صبر تلقى ردود إيجابية من الجماهير السعودية بطاقة اللاعب زيدان قبال مع نادي هوتري يغتل هولندي عدنا اللفت يقول على راضي شنيش لأن يتواصل مع المحترفين بشكل مباشر ومن ثم يقوم بدعوتهم وليس عن طريق الاتحاد عليها أن يفعل كما يفعل كاساس مع جميع اللاعبين المحليين والمغتربين خريسيانو رونالدو بعد تسجيله هدفين في مرمى الأهلي رونالدو لم ينتهي بعد هكذا قال رونالدو بشار راسا خال مباراة كاملة مع نادي قطر القطر والتي انتهت بخسارة الفريق أمام السن بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة للدور القطر الممتاز كريم بنزيمة ينشر صورة بالزي العربي في اليوم الوطني السعودي هس صدق طالح حكومه برشلوني تغلب على سلتي فيغو بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السادسة من الدور الإسباني هاركيا يقول بايرم يونخل الفوز على واقهون بسباعي نظيفة بعد مساهمته بخمسة أهداف في الجولة الخامسة من الدور الألماني سجل هاتريك في مباراة شهدت 12 بطاقة ماشيستر سيت يتغلب على نوتينغ هامفورس بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من الدوري ماليك ريستيان رونالدو ساهم بعشرين هدف خلال 14 مباراة هذا الموسم وهو بعمر 38 عام ترجمة نانسي قنقر